اشتركوا في القناة والغابات في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية هذه الطيور تعتبر جزءا من تنوع الحياة البرية في المناطق الاستوائية والمعتدلة يمكن لمنقارها الكبير أن يكون له وظائف متعددة من تناول الطعام والدفاع عن النفس يعيش هذا الطائر في المكسيك وترينداد وكوبا وأمريكا الوسطى والجنوبية يصل طول هذا الطائر إلى 10 سنتيمترات ويزن 11 جرام ولديه منقار طويل أسود منحني الذكر لونه أرجواني وأزرق مع ذيل أسود والأجنحة والحلق سوداء والأرجل حمراء زاهية الأنثى لديها من أعلى ريشها لون أخضر وعلى الرأس أخضر وأزرق والحنجرة لونها برتقال شاحب ومن الأسفل برتقال شاحب مع لون أزرق طائر آكل العسل ذي الأرجل الحمراء يتغذى على مجموعة متنوعة من الأطعمة في بيئته الطبيعية من الفواكه والثمار مثل التوت والكرز والتفاح والبرتقال والتمر وغيرها على الرغم من أن نظامه الغذائي قد يختلف بين الأنواع والمناطق إلا أنه عموما يشمل ما يليه يعتبر هذا النوع من الطيور الآكلة للحشرات قد يأكل اليرقات والحشرات الصغيرة والعناكبة وغيرها من الكائنات الصغيرة قد يتضمن نظام هذا الطائر الجميل بعض البذور والأزهار كجزء من النظام الغذائي وفي بعض الحالات يمكن أن يأكل طائر آكل العسل ذي الأرجل الحمراء الحيوانات الصغيرة مثل الفئران الصغيرة